السلام عليكم ما في عائلي عربي هنا ببريطانيا إلا وما بتشتري من الليدل بقى إذا حابب يتوفر أقل شي 10 باوند في الشهر من الليدل يبقى لازم تتابع هذا الفيديو للنهاية وتشترك معي بالقناة لتعرف كل التفاصيل أنا طاهر الزير وهذه قناتي على اليوتيوب الأسبوع اللي فقط كنت عناها بتسوى من الليدل مثل ما بتعرفوا بالليدل أو بالآزة أو بالتسكو بأي مكان بأي الشركة إذا بدي يساوق إعلانه عن موضوع ما بيأعلنوا عليه من خلال الصوت بيصيحوا بالميكريفونات أنه في عنا شي تعشتروا أو في عنا شي مساء ساوقوا الأسبوع اللي فقط كنت عنا بتسوى من الليدل كان عنا بيصيحوا عن ليدل بلس عن برنامج اسمه ليدل بلس طيب شو هذا الليدل بلس ما كنت اطلع من الليدل إلا ما عرفت التفاصيل لان عرفت التفاصيل فعلت هذا الموضوع كتير حلول لشاركه على اليوتيوب مع أصدقائي لأنه الناس كلها رح تستفيدوا ما هو الليدل بلس قبل ما نحمل البرنامج وعليكم كيف تشتغلوا عليه الليدل بلس فيه أربع شغلات تقريبا رئيسية الشغلة الأولى هي تحصل على أربع قسائم هذو الأربع قسائم كل شهر بيطلعوهم على منتجات ما بيساووا عليها تخفيض مش بالليدل بيساووا عليها تخفيضات من طريق البرنامج يعني أنت بعد يكون عندك البرنامج وتلاقي عليهم مخفضات وقت تروح تشتري من هناك يكون هذا مخفض فقط لألك وليس لكل الناس مثلا هذا الأطعاء حقه واحد باوند كل الناس عم تشتريه بواحد باوند إلا الناس يلي عنده برنامج مثلا إذا انت نزلت البرنامج تشتريه بكم بخمسة وثمانين بينس بيخصموا مننا خمسة عشر بالمي مثلا مثل هذا هذا أول أوفر يلي انت بتحصل عليه إذا نزلت البرنامج لذا غمنا هنا نشوف أشو اني القسائم لهذا الشهر هني لهدول الأربع شغلات طبعا أنا هذي ما بشتريه ولا هذي ما بشتريه ولا هذي ما بشتريه طبعا هذا أكل قطط وهذه مثلا بيزا وهيك شغلات ما بشتريه طبعا ما وحلال وهذا مثلا فيه جلاتين خنزير بس أنا أعشل بشتري بشتري هذي الايسي كريم اللوت عليها تخفيض خمسة عشر بالمي هذي بدون والله أعلم هذي حقه واحد باوند حلا أنا إذا نزلت البرنامج وروحت لأشتريها فيه خمسة عشر بالمي أوف شهد رح يحسبو لياها بخمسة وثمانين بنس طبعا كل شهر مختلف هذي البضاعة يعني هذا الشهر هذي البضاعة شهر اللي يجي تكون بضاعة مختلفة في المتالي كيف وإلى آخره طبعا بس أشو الشروط الشرط هو يعني لك هنا القسائم هذي لازم تفرجيهم عندما تم شراء هذي المنتجات بعد روح ان تشتري هذي المنتجات عند التل عند الكاشير بتقول له هذي أنا عندي كامبونس عندي قسائم بتفرجيهم من طريق البرنامج بعدين هنا بيسوي لك خصم 15% أو 20% حسنا ما يحتل لك على كل منتج في منتجات مثلا هذي 20% هذا 15% هذا 15% ولازم يكون الشخص عنده أكثر من 18 سنة هذا باختصار مفيد أما الشي الثاني يلي بتربحه إذا نزلت البرنامج هو 10 باوند 10 باوند إذا صرفت أنت في الشهر 200 باوند أنا بداية الناس عائلتي هي 3 أشخاص أنا وزوجتي هو طفل 3 أشخاص تقريبا تقريبا منصرف 200 باوند بس فقط بالليدل بقى شون العائلات يلي عندهم مثلا متكوني من 4 أو 5 أشخاص بيصرفوا أكثر من 200 باوند كل شهر إذا صرفت أكثر من 200 باوند بيرجعو لك كم 10 باوند طبعا هذه كل الناس تصرف أكثر من 200 باوند بالليدل وإذا صرفت 100 باوند بيرجعو لك كم 2 باوند إذا صرفت 100 بيرجعو لك 2 وإذا صرفت 200 بيرجعو لك 10 بقى الأفضل تصرف 200 الأوفر الثالث والشغلة الحلوة الثالثة أنه كل ما تشتري بيعطيك أنه مجال أنه أشه تربح والله أعلم أنه ساوي سكاتش وهذا إذا ربحت مثل يا نصيب إذا ربحت فيها بيعطوك 20 باوند ليس 20 باوند كاش بيعطوك 20 باوند للشراء للمرة القادمة يعني إذا إذا إنت أسبوع جين زيت على تسوق وربحان 20 باوند تحسب تسوق ببضاعة ب20 باوند وترجيع عليهم بيخصموه منه وخلاص بدون ما تدفع شيء أنت والشغلة الرابعة والحلوة أكثر أنه الرصيد ما في داعي تأخذ أوراق رصيد خلاص الرصيد بعد ساوي أنت سكان من الموبايلك رح ينزل الرصيد عندك على التليفون وعلى الأب على البرنامج مباشرة يعني ما في داعي يكون أنت عندك رصيد ببر ورقي خلاص أنت عندك يا على الأب على البرنامج موجود طبعا هنا عندهم مثلا شركاء آخرين ليدل إذا عندهم أي أوفر بيفرجوك عليه أنه في عندهم أوفر باختصار مفيد أول واحد تحصل على قسائم كل شهر أربع قسائم في عليهم تخفيضات تحصل على 10 باوند إذا صرفت أكثر من 200 باوند في الشهر ويرجعوا لك 10 باوند إذا صرفت أكثر من 200 باوند في الشهر وبتحصل مثل ورقة يا ناصيب إذا ربحت بيعطوك 20 باوند للشراء للمرة الجاي ورصيد بينزل لأوين على التليفون بدل ما تاخد ببر رصيد يعني منحسن منقول في عندك خمس أنواع من البنفت من هذا البرنامج خلينا هلأ بعد ما فرجتكم إنه إيش ويني الأوفرس رح تحصل عليهم خلينا نحمل البرنامج طبعا طريقة تحميل البرنامج هو كالتالي بتروح على البلاي ستور وبتكتب هنا ليدل بلس بيطلع لك هذا البرنامج بتقول له انصورت تحميل تستنى شوية بما يتحمل طبعا الآن بعد ما تحمل البرنامج نضغط open منحدد الدولة وين نحن Great Britain بريطانيا العزمة ستسوي next بعدها من قال له allow ينا اسمح بالجميع ستسوي له next 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 last get started find your store allow منحط البوركوز مثلا هنا سأقول لك find your stores ابحث على أقرب ليدل للك تدخل هنا على United Kingdom هذا المدينة ندخل لدوه هذا غلاسكو أقرب ليدل لإليه هذا ضغط عليه select this store خذ هذا ستسوي continue الآن سأقوم بعمل create an account ليدل account اضع مثلا اسمي اضع email اضع comfort email ارجع كتبه مرة ثانية اضع next date of birth جنسك رجل عنوانك عندما تضع optional يعني خياري لا سأضع العنوان سأضع next رقم telephone سأضع رقم telephone next سأضع لك code على التليفون send code next نحن أضع كلمة sir next سأقول لهم أنه أنا موافئ ليدل يبعث لي email وبعدين أنا أقول لهم أنه موافئ على شروط الاستخدام ليدل وبعدين أقول له koreatin account منتظر شوية بس لا يحمل هنا بقش بيطلع لي أول شيء إعلان على هذا اللي تركونا عليه خلاص بقول له got it تمام هنا صار البرنامج عندي جاهز لكن هنا اش طلع لي هذا الخط هنا هلأ حاليا صفر وعد أشتري أنا بزيد بس وصلوا للميث باوند إذا بدأ أسحب إلى 2 باوند برجع إلى 2 باوند لأن كل ميث باوند بيعطوني 2 باوند خلال الشهر بس إذا صرفت 200 باوند بيعطوني 10 باوند بقى الأفضل أن أصرف 200 هلأ أنا عندي 29 يوم لازم أقسشو أصرف 200 باوند بعد 200 باوند بيعطوني 10 باوند برجعوا لي طبعا كلنا بنعرف نحن أصرف أكتر من 200 باوند حتى لو ما صرفت هؤلاء كلها تحققوا 200 باوند بيعطوني 10 باوند بيعطوني 10 باوند وقت تجي تشتري أنت بمباشرة تفتح البرنامج هيك تفتحه بعدين تقبس ليدل بلاس كارد تمام بيطلع لك هذا اللعب يحاسبك بيعطوني 10 باوند بعدين بيزيدوا المصاري عندك خلاص هذا هو الفيديو لليوم بس المقصد أنه كيف توفر 10 باوند من مشترياتك من الليدل بتفيدك يعني هاي العاشرة باوند بعد توفرها عنتي بتحسيم تدفع عن بدالها وين؟ مثلا في رصيد التليفون رصيد الانترنت يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله نشوفكم في فيديوهات قادمة باي ناو بم 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 ب